اشتركوا في القناة اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الاخ العزيز القاضي الاستاذ سمير زبدية امين عام الاتحاد احبة الكرام اصحاب المعالي والسعادة الحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الصباح الجميل البهي المشرق بهذه القامات الشامخة التي تحتضنها هذه القاعة الصغيرة في محتواها الكبيرة في معانيها وابعادها واستراتياتها في رحاب مصر العروبة والحضارة والتاريخ في ظل هذا الشعب العروبي المضياء وقيادته الحكيمة الممثلة بفخامة الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي لا شك انما نجتمع اليوم بصدده هو واحدا من الاحداث التي يحمل اعباءها هذا الاتحاد الذي ظل يحاور مكانا لا بد ان يملأ فراغاته في ظل 73 اتحاد عربي نوعي متخصص تغطي كافة المحاور والمواضيع الاقتصادية ويعمل في اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنظمة العربية الوحيدة الذي تتعامل مع القطاع الخاص ويشاركها اجتماعاتها ويتخذ معها القرارات التي يطمح الى تحقيقها خدمة لامتنا العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك ما يدور في دولنا العربية ما نسمع ونراه يوميا بل كل ساعة وثانية من تحديات من عقبات من قضايا قطط لها وحكت مؤامراتها في دولا عديدة لتدمير هذا الوطن العربي الكبير الذي حباه الله سبحانه وتعالى بان انزل فيه القرآن ووضعه امامنا بقيادة معلمنا وقائدنا الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه وسلم وهي آخر الغسالات منذ ان بدأت امتنا العربية تتعامل مع واحدة من اهم الموارد الاقتصادية وهو النفض وبعد ان تخلصت دولنا العربية بفضل قيادة الحكيمة لزعامة الرئيس الحي الراحل جمال عبد الناصر والذي استطاع بحكمته وإيمانه بان ينزع من دولنا العربية الاستعمار البغيب الذي هيمنى على مقدرات شعوبنا ووضع حريات دولنا العربية في زاوية ضيقة نجد اليوم ان الاستعمار الذي طردنا ودفعنا ثمنا لهذا ملايين الشهداء والارواح قد اعاد نفسه من جديد ولكن بطريقة اخرى ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي اضحى تدمر فينا الانتماء والرسوخ لان الامة العربية امة واحدة هذه التكنولوجيا استطاعت ان تجعل دولنا العربية كجزر متناثرة كلا يعيشوا في قطر ينمي فيه مصالح لا تمت للامة العربية بصلاة نبتع النفط من عام 1933 وحتى اليوم تريليونات الدولارات وسلات العملات التي كانت مخرجات لهذا المورد الوحيد الذي وضعنا انفسنا عبيدا له مع ان امتنا العربية حباه الله بالكثير من المورد المتعددة والمتنوعة على رأس المورد البشري اضحت امتنا مستوردة استيراد كامل لكل احتياجاتها وعلى رأسها المواد الضرورية وعلى رأسها القمح دولنا العربية الدول الاولى في استيراد القمح وهو المادة التي تخضع القرار السياسي والاملاءات لمثل هذه الأشياء كمجلس واحدة اقتصادية تعنى بالاقتصاد العربي وقيام السوق العربية المشتركة في عام 1964 بالقرار رقم 17 والذي يؤثر للتكامل الاقتصادي العربي والمشروعات العربية المشتركة والذي تحققت بفضل انتصار العرب في حرب اكتوبر المجيد واستخدام النفط كسلعة لأول مرة في مواجهة التكتل ضد العرب وحققت فوائض كبيرة استطاعت هذه الفوائض ان تستخدم لإقامة مشروعات وهي المكسب الاقتصادي الوحيد للعمل العربي المشترك اليوم ونحن نرى ماذا صنعت ثورة الربيع العربي بأمتنا العربية كيف دمرت هذه المكتسبات الذي استطاعت أمتنا العربية أن تحققها بجهد وبعرق أبنائها للأسف شديد دمرتها أيدي عربية ساهمت في زعزعة الاستقرار والأمن الذي هو يعتبر العماد والمحور الرئيسي لانتقال رؤوس الأموال العربية بين دولنا العربية كثير من النزاعات التي تتم بين المستثمرين العرب والمستثمرين الأجانب أيضا تحصدها دول أجنبية مركز التحكيم في فرنسا مركز التحكيم البريطاني في دبي وغيرهم من مراكز التحكيم تذهب إليها مليارات الدولارات للنظر في مثل هذه القضايا ثم تعود من الباطن إلى مراكز تحكيم عربية بفتاة من تلك الأموال التي تحصد وثم يعود القرار إلى هذه الدول لتعلن أنها انتهت من هذا التحكيم أنا أشكر سيدة النقيب الذي حقيقة تحمل الكثير وبصبره وزملائه من من قاموا بالإعداد لتأسيس هذا الاتحاد من 94 إلى اليوم استطاع أن يجمع كل تلك المراكز وتلك الاتحادات لتنضم في إطار اتحادكم الذي نحن اليوم نجتمع في رحابه الحمد لله أمتنا العربية واللادى نفتخر نفتخر بالقضاء ونفتخر بالقانونيين ونفتخر بأن هؤلاء لديهم منهي علمي وعملي يستطيعون من خلاله أن يضعوا أمتنا العربية في الجانب الآمن لأن التحكيم خارج الوطن العربي هو استكشاف لواقعنا السلبي مع الأسف الشديد ولتدقيق والتمحيص في المفاصل القوية التي يتم إضعافها سواء في تيارة البينية بين الدول العربية وبعضها البعض والذي فشلت مع قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في إطار مجلس الجامعة الدول العربية وما زالت تجارة البينية تراوح ما بين 5 إلى 8% ونصفها من البترول والبترول ليس سلعة وانتهاءاً بالتجارة بين التكتلات والتحالفات الإقتصادية والدول الصناعية الكبرى وكنا بالأمس القريب نتطلع إلى مجموعة العشرين وممثل العرب فيها سمو الأمير محمد بن سلمان ونتساءل هل نحن دولة صناعية لنكون أعضاء في هذا التجمع وهل لدينا مركز صادرات أو مركز تجاري يجعلنا أن نكون عفواً فاعلاً في هذا التجمع لم يكن ذلك وإنما كان التموين نحن دول نفطية ووجودنا هو فقط مكمل لفراغ لا بد أن يملأه أحد أنا الأوان لأمتنا العربية أن تحتل موقعاً ومكاناً يتناسب مع حجمها الطبيعي أن نعمل من أجل بناء تكتل اقتصادي قادر على إحلال المنتج العربي من الصناعات التحويلية للموارد الخام التي تصدر إلى خارج الوطن العربي والصناعة الاستخراجية متمثلة في البتروكيماويات لأن نحقق لشعوب أمتنا الرفاه الاقتصادي والاجتماعي ونحقق لأيالنا القادمة الأمنة والأمان في حياة كريمة خصوصاً وأننا نتعرض اليوم لشحة في المياه ونحن نعلم أن كل المياه التي ترد إلى الوطن العربي تأتي من خارج الدول العربية نحن أمام تحدي كبير جداً 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 ولابد كقانونيين وكقضاء أن نبني هذا الاتحاد كما قال سيادة النقيب بأن نضع الثقة في المستثمرين العرب وفي رؤوس الأموال العربية المهاجرة خارج الوطن العربي والتي تبلغ أكثر من ثلاثة رليون الدولار ولكن نحن دعونا نقول ثلاثة رليون قبل أن يأخذها السيد ترام ويلعب فيها في صالة القمار في أزقة العهر السياسي لأمريكا وممارستها ضد أمتنا العربية وتسلطها على الواقع الاقتصادي الذي لابد أن نبنيه جميعاً وعلى رأس هذا البناء القانون والقضاء هذا جهاز التحكيم أحبة الكرام نحن مسؤولين مسؤولية كاملة أولاً أمام الله سبحانه وتعالى قبل أن نكون أمام الاتحاد أو أمام دولنا سيادة النقيب نحن نؤمن ونثق بسيادة النقيب أنه قادر على أن يكون هذا الاتحاد قائدة للاقتصاد العربي تستطيع أن ترتكز عليه كل المحاورة الاقتصادية بدون قضاء بدون من يحمي اقتصادنا العربي وخصوصاً نحن أمام إعادة إعمار دولنا العربية ستتولى كثير من النزاعات بين الشركات والمؤسسات داخل كل قطر عربي فما بالك وأننا سنحتاج إلى الكثير من المستلزمات البناء والتشييد من خارج دولنا العربية لابد أن يكون لنا الآن حوار كاتحاد عربي للتحكيم كيف نعد العدة وكيف نبني القواعد الحقيقية للتحكيم في مجالة الهندسة في مجالة الطب في كل الأفرع وأن نثقف وندرب ونؤهل أولئك الذين سيكوننا يوماً سياجاً واقياً لاقتصادنا العربي أحبتي الكرام الكلام طويل وقد يحتاج مننا إلى سنوات طويلة لنكنس تلك القذورات والأوساخ التي صدرتها إلينا تلك الدول التي تستأثر بمقدرات أمتنا العربية أنتم المسؤولين أمام أنفسكم في أن تحققوا للاقتصاد العربي الركائزة الحقيقية للانطلاب لم نعد بحاجة إلى أن نتعامل مع جغرافية الوطن العربي آن الأوان أن نخرج من خارج الإطار الجغرافي لأمتنا العربية لننافس في الأسواق العالمية طريقة الحريرة الآن يختار كل الدول العربية الصين استطاعت أن تبني قواعد اقتصادية تضر بالاقتصاد العربي أمريكا تتحارب مع الصين أوروبا تتحارب مع الصين ونحن نعيش في غفلة في غياب عن ماذا سيحل علينا في المستقبل القريب جيبوتي بقت قاعدة لأهم الدول الكبرى صين روسيا أمريكا هولندا إيطاليا واليابان تبحث عن مصالحها في التجارة والاستثمار والموارد الطبيعية لا يؤيد دولة عربية في دولة عربية تحتل مضيق مهم مضيق باب المندب ما بين اليمن وجيبوتي وهي دولتين عربية واحدة في أسيا واحدة في أفريقيا ونحن لا توجد دولة عربية لديها خمسة سنتين من قوادر الباكستاني على بعد مئات الكيلومترات من جبل علي العالم يبحث عن الجغرافيا سايكسبيكو الجغرافيا والموارد الآن كان سايكسبيكو الجغرافيا الآن سايكسبيكو الموارد التي تبحث عن الجغرافيا لأن تكون هناك برامج للتعامل بين مختلف شعوب العالم من خلال التجارة لن أطيل عليكم العنوان مهم البنوك والمصارف لا بد أن تبدأ من الإقراض للأفراد إلى الإقراض للقطاع الصناعة للإستراتيجية في الصناعة بدون الصناعة لا يمكن أن تتقدم أمتنا العربية إذا ما ظلينا فقط دول تتعامل مع المخرجة الزراعي فاصولية وبطاطا وطماطم وما إليه والباقي يصدر مواد خام عشان نرجع لنا محمل بقيمة مبافا سنظل في مكاننا بل سنتخلف كثيرا سنغافور في عام 1960 عندما رفضتها أندونوسيا وماليزيا جاءت تتسول في مصر كيف ترتقي بنفسها لتعيش الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة يسوي ثلاث أضعاف الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة كوريا جاءت تبحث عن موضق قدم وأخذت الترسانة انظروا كوريا الجنوبية أين هي الآن تبني حاملات الطائرات وتبني حاملات الكنتينرز وتبني كل الأجهزة الناتج الإجمالي المحلي لكوريا فقط من سامسونج يمثل دخول كل دول الوطن العربي في التصدير كانت مصر تسابق الهند في عام 1948 ولم تكن كوريا ولا سنغافورة في الساحة الاقتصادية بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يبنى ملك على جهل وإقلال وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون أتمنى لمؤتمركم هذا أن يخرج بتوصية واحدة تنفيذية فقط أن نبدأ بداية حقيقية لإنجاز شيء على الأرض لا نريد عدد من التوصيات التي تحفظ في الأدراج بعد أن ينتهد المؤتمر واحدة فقط كيف يرتقي رجال القانون بالتأهيل والتدريب للشباب للأجال القادمة لمن سنقوم بإعدادهم ليحموا اقتصادنا العربي شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته